بسم الله الرحمن الرحيم فيديو النهاردة عن طريقة تعريب الويندوز لما بيجي الويندوز عندنا وبيكون بلغة انجليزية في البعض مننا بيعاني من انه مش عارف يتعامل مع الويندوز فده بيصعب الاستخدام على بعض الناس فالنهاردة هنقدم الطريقة اللي بيها نعرب الويندوز بمنتهى السهولة. حضراتكم شايفين كده باللغة العربية مكتوب فانا علشان اشرح هحولوا اللغة الانجليزية اول حاجة بنعملها بنفتح من قيمة للبد وبعدين بنضغط على الاعدادات وبعدين بنضغط على كلمة اللغة والوقت. بيفتح معنا الصفحة دي. دي صفحة اللغة والوقت لو حضراتك بتزغط الوقت او اللغة. بندغط على كلمة اللغة. بيفتح معنا الشكل ده. لغة العرض في ويندوز. العربية مصر. دي لغة الكلام لو انا حد اوامر صوتية ولكن او ما بيتعمش غير الانجليزية الولايات المتحدة. فانا مش عايز اغاير لغة الكلام. انا عايز اغاير اللغة نفسها اللي في الويندوز. هنا لو مش موجود اللغة عندك بتضغط على كلمة اضافة لغة. وبتبحس عن اللغة اللغات دي. ولو كمان مش موجودة بتكتبها السيرج وبتبحس عنها بتنزلك الماكروسوفت بتدعم الخاصية دي بتنزلك اللغة اللي حضرتك بترحس عنها. يعني لو حتى النسخة بتاعتك ما عليهاش اللغة العربية اصلا. هتختار حضرتك من هنا بس النت يكون متوصل. وتعمل البحس. والماكروسوفت هتنزل لك اللغة. واحيانا من غير نت كمان ممكن تنزلها. آآ تكون موجودة على النسخة آآ من الماكروسوفت نفسها. بعد ما بتختار وبتظهر اللغة في البحس او بتلاقيها موجودة في اللغات ديت. بتضغط على التالي وبتضغط على اختيار. طبعا انا اللغة اصلا موجودة عندي. فعشان كده اه زي ما انا مسلا اختارت اللغة دي وبعدين بضغط على التالي وبضغط على التسبيت. انا حامل لغير العمر طبعا لان انا مش عايز اللغة اللي اخترتها التانية ديت. بضغط هنا بلاقي اللغة الانجليزية موجودة. انجليزية الولايات المتحدة. وبيقول لي هنا تسجيل الخروج. فبقول له نعم تسجيل الخروج الان. لازم طبعا نعمل تسجيل خروج علشان هو ينظم ملفاته. هنا بعد ما عمل زي ما حاركو شايفين الملفات اتنقلت الناحية التانية. وبقت مكتوبة باللغة الانجليزية. لو قفنا على اي اوبشن هنلاقي ان هو مكتوب بالانجليز زي ما حاركو شايفين. ال اي وال سي مكتوبين برضو بالانجليز. هنا مكتوب بدل ما كان تبدل وبقت ناحية الشمال. كده الويندوز عندي بقى باللغة الانجليزية. طيب انا عايز بقى احوله عربي. برضو بضغط على وعلى علامة الاعدادات. وهنا بضغط عليها. ومن هنا برضو هاختار كلمة بضغط عليها. وبضغط على المستطيل ده. زي ما قلنا لو اللغة العربية ما الانهاش هنضغط هنا ونبحث عنها. وبعدين نكس. اي دي كل اللغات العربية اللي موجودة في الدنيا. العربية ليبيا. العربية عمان. العربية السعودية. العربية تونس. العربية المملكة المغربية. طبعا انا موجودة عندي اصلا. العربية مصر. فبضغط عليها. بضغط على السهم وبعدين بضغط عليها باختارها. وبعدين هنا بيقول لي اعمل اه ستارت للجهاز ولا لا. فبقول له ايس. ساين اوت ناو. اعمل خروج الان. بمجرد ما بضغط عليها بيراستر الجهاز بيعمل عندي ستارت. بعد ما بيراستر الجهاز زي ما حضرتكم شايفين بيجي اهو. قيمة اللي كانت اللي كانت مكتوبة ستارت. هنا اي اه اوبشن بقف عليه بيطلع لي باللغة العربية. لو فتحت هذا الكمبيوتر شخصي مايكمبيوتر اهو بقى اسمه القرص المحلي سي والقرص المحلي اي. بعد ما كان مكتوب لوكال ديسك سي و لوكال ديسك اي. بكنا انا بتعلمنا النهاردة ازاي نعرب لوينز بمنتهى السهولة. ارجو ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. لو لحضراتكم اي استفسرات اكتبوها لي في التعليقات وانا يساعدني الرد عليها. شكرا لكم على حسن المتابعة. اذا اعجبكم الفيديو ادعمونا بلايك. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. وتفعيل زر الجرس على الكل. ليصلكم بكل جديد. كان معكم حسين جميل من قناة المعرفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.